السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة معكم حسام عاطف من قناة التكنولوجيا وربح درس جديد وجرس ناس كتير بتعاني من المشكلة دي يا شباب وهي مشكلة ارتفاع صوت مروحة اللاب توب انا حرفيا لقيت تعليقات كتير بتقول لي ايه حل المشكلة دي وحنعمل فيها ايه فقولت النهاردة اعمل لكم درس شرح بسيط لكل الناس تقدر تنفذ الخطوات البسيطة دي معي ان شاء الله وباذن الله هتلاحظ فرق كبير جدا 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 وفضلا وليس امرنا شباب لو لسه مشتركتش في قناتنا يا ريت ما تنساش دعمك للقناة بسبسكرايب اشتراك وتفعل زر الجرس حتى يسلك كل ما هو جديد وتسيب لي تعاليه تحت لو انت محتاج مني اي درس او اي شي تحت امر الجميع ان شاء الله اول شي يا شباب بنعمل كالاتي رقم واحد يا شباب بنيجي على شكل البطارية تحت كريك يمين عليها كده تمام ونتكه على كلمة باور اوبشنز مع بعض تدريجيا شنج بلين سيتنج تمام اول امر بيفتح معايا بالشكل ده شباب ونركز مع بعض شوي تمام نضغط على اول امر اهو يا شباب شنج ادفانست باور سيتنج تمام لحد الوقتي الامور بسيطة جدا نسافة بيفتح معايا يا شباب الوجهة بالشكل ده وفيها عدة اوامر كل اللي يلزمنا من الامر ده حننزل تحت هنا شوية تمام وحنجيب الامر اللي هو بروسسور باور اهو يا شباب زي ما دغطت لك عليه اهو وتنزل تحت هنا على اخر امر اهو مكسيمان بروسسور تمام حتلاقي عندك 100% انا واحد من الناس كنت بعاني من المشكلة دي يا شباب انا خليت الان بتاري 80% والبلغ 80% عندك هتلاقيه هنا 100% تقدر تخليها 90 الى 80 ولكن قبل ما اقفل الفيديو قبل ما حركتك في الفيديو تنهي شرح النهاردة عايز اعرفك ان كفاءة اللابتوب هتقل سنة بسيطة بشكل غير مرحوظة عندك ولكن الجهاز هيشتغل مفهوش اي مشكلة بسرعته بدون اي تهنيج عاوز تخلي دي يا 90 خلاه 90 انا مخليها عندي 80 انا واحد من الناس كنت بعاني من هذه المشكلة والله ما لك الحمد ولك الشكر تم حلها بشكل نهائي فعلا طيب بعد ما بمخلص 80 هنا وال80 هنا تغطي على ابل اي واوكي تمام وبتعمل ريستارت ري الجهاز بتاع حضرتك تمام وبكده ان شاء الله تكون المشكلة اتحلت بشكل نهائي بفعلا بكمة شكل نهائي اشكركم على حسن استماعكم واتمنى ان الله يكون درس النهاردة كان سريع جدا وكان سهل جدا واعجبكم واشوفكم على خير يا شباب باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته